وروا البخاري ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت حبستها فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض خشاش الأرض هوامها وحجراتها البخاري في الأدب المفرد عنوان عليه باب رحمة البهائم في المقابل بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بثيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له هذا رجل يعني أولا أحس بإحساس هذه البائمة ثم نزل مخاطرا لأن نزول في البئر في خطر وخرج مخاطرا لأنه وضع ملأ الخف ماء ووضعه فيه وجعل يتسلق يعني فيه عمل ليس شيء عمل في غاية السهولة لا في معاناة بواب البخاري باب رحمة الناس والبهائم والله سبحانه وتعالى شكر له ذلك وهو أيضا المومسة غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك رواه البخاري ومسلم فمن جعل الله في قلبه الرحمة للخلق كان أهلا لرحمة الله ومن نزع ذلك منه فقد خاب وخسر لا يرحم ولا يوفق للرحمة وينبغي للإنسان أن يكون رحيما وأن يعود قلبه على ذلك والرحمة المذكورة في الحديث تدل على عظم ما خلقه الله سبحانه وتعالى يعني هذه رحمة واحدة كل من عنده رحمة في الأرض يرحم بها يعني الأم على الولد من البهائم من الإنس والجن والبهائم الدواب والطير كلهم بهذه الرحمة يرحم بعضهم بعضاً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عذاده الرحماء وأن يرحمنا برحمته إنه هو الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر